ينضم معنا في الستوديو الدكتور الناصر دوريدة الكاتب والمحلل السياسي مرحبا بك دكتور يعني دعنا نبدأ من الكابينة الوزارية التي من المفترض أن يعلن عنها خلال الأيام القادمة يعني ما يجري أمام الإعلام شيء وما يحدث في الخفاء شيء آخر وهذا ما يؤكده الكثير من الأحزاب السياسية نعم أنا بس قبل الكابينة الوزارية أحب أن أوجه فات كلمة بالمناسبة وربما الإعلام الآن ابتعد حقيقة عن هذا الموضوع ولا أعرف لماذا عمليات القمع والاعتقالات في البصرة ما زالت مستمرة إلى هذه اللحظة نشطاء الحراك هناك في البصرة يبيتون معظم أيامهم في الشوارع في الخلاء لأن أجهز دولة تترصدهم وتعتقلهم وهذا الأمر سيعيد تفجير الأمور في البصرة من جديد لمن يعتقد بأن حل البصرة يكمل في القضية الأمنية نقول له احذر اللعب بالنار نعم نعود مرة ثانية لقضية الكابينة الوزارية ستها هذه الحقيقة أن الكابينة الوزارية بدأت أولا بآمال طويلة وعريضة وأحلام وردية ووصل الحد بسيد عادر عبد مهدي المكلف بتشكيل الوزارة إلى موضوع الإعلان الألكتروني والترشيح الألكتروني ويعني لغرابتي أنا الشخصية كعراقي أن ألوف الناس قدمت أسماءها فعلا ويبدو أن ألوف الناس عندها أمل ومستبشرة أنه لحيتم اختيارها بدون كتل سياسية وبدون دعم وشيء فشيء أن تتكشف الوقاع تتكشف عن أن الأحزاب السياسية التي دفعت أثمان باهظة في الانتخابات نعم ليست مستعدة أبدا لكي تدعم مثل هذه الخيالات الوردية كلها سيقدم قوائمة كلها سيقدم مرشحية ويوم بعد يوم نجد ما يسمى بالمقاعد المستقلة في الوزارة المفترضة تتقلص شيء فشيء وأعتقد بالنتيجة سوف تظهر بالنتيجة أنه لن يكون هناك لدينا وزير مستقل بالمعنى الحقيقي كل الوزارات ستكون مرشحة من قبل القوة السياسية والأحزاب التي فازت بغض النظر عن رأي الأخوة قبل قليل في التعليقات بأن سيد عبد المهدي لا يريد تشكيل الوزارة من النائب الفلاني أو من وزير سابق أو إلى آخره لكن حتى لو تحقق ذلك سيكون المرشحين القادمين أيضا مرشحي أحزاب سياسية فائزة وبحسب حجم كل كتلة فازت نعود مرة ثانية لموضوع المحاصصة كل أربع سنوات اللي يتكرر في تشكيل يعني سيعود المشهد إلى سابق أهده طيب هل ما يحدث اليوم من لربما تصريحات من قبل عادل عبد المهدي اليوم بأن هناك لربما دعوات من قبل صالح وأيضا لعبادي بترشيح أسماء لربما من قبل بعض الوزارات ويقول أنه لغاية اللحظة لم تعلن هذه الأسماء هل هذا ينافي تصريحات عادل عبد المهدي اليوم أم ينافي لعبادي يعني الحقيقة هو المشكلة الأساسية تكمن في أنه المفاوضات أو فلنقول ليست المفاوضات الصفقات الآن على أشدها يعني قبيل الإعلان الرسمي عن الوزارة ونحن تعودنا هذا المشهد عملية المزاد على المقاعد الوزارية ترتفع بشدة الدفع يتم على أوسع نطاق ورأينا هذا الموضوع سابقا في الانتخابات رئيس ملس النواب وغيرها وبالتالي أنا أتوقع أن هناك حملة شديدة قوية للتسقيط من القوى السياسية للفوز لهذه المقاعد دفع الأثمان ورفع الأسعار للمقاعد الوزارية وبالتالي في هذه المرحلة تتضارب كثيرا الآراء بشأن التشكيل الوزارية ولا نستطيع أن نحدث بأي شيء قبل إعلان التشكيل النهائي نعم يعني كان هناك وعود من قبل لعبادي في الفترة السابقة لربما لإيقاف المتظاهرين عن مطالبتهم بالتعينات وأيضا العقود وعدهم بكثير من التعينات وكانت هناك بالفعل عقود كانت موجودة تحت الأوراق هل ستلغى كل هذه الأشياء في ظل الحكومة المقبلة أم سيضطر لربما عبد المهدي إلى الأخذ بها كمجاملة للعبادي يعني ليس سرا أنه الآن بدأت مرحلة سباق لوزراء العهد السابق لتوقيع والظفر بأكبر كمية ممكن من الغنائم قبل مغادرتهم للوزارة كل وزير الآن يمشي ما يستطيع أن يمشي من صفقات ومناقصات ومزايدات وتعينات مدفوعة الثمن قبل لا يخرج من الوزارة هذه القضية فاحت رائحتها بشكل فضيحة الأمر الذي دفع عادة عبد المهدي إلى الحديث عن أنه يجب إيقاف أي تعاقدات للوزراء الحاليين لأن هذه التعاقدات ليست من ضمن ما يندرج عليه في موضوع تمشية الأعمال وإنما هي من موضوع ما يندرج عليه تسمين الأرصدة لهؤلاء الوزراء أما بالنسبة للمتظاهرين وأنا أؤكد لك الآن أي من هذه التعينات التي يعلن عنها الآن في هذه الفترة ليس لها علاقة بالمتظاهرين من قريب أو بعيد هي جزء من عملية البيع والشراء المعروفة عندنا في الدولة للمناصب الحكومية وكل وزير الآن يستعرض ما يستطيع من إمكانات لكي يبيع أكبر كمية ممكنة من ما بيده من تعينات ووظائف ويحصل على أكبر كمية ممكنة من العقود قبل لا يودعنا فكل واحد يحاول ينهب قدر ما يستطيع قبل الخروج هذه هي أساس الفضيحة الحالية الأعبادي يحاول أن يرد ويقول ليس هناك شيء من هذا القبيل يبدو أن الأعبادي ما زال عنده ولو أمل ضعيف في أن يعيد ترشيح نفسه في حال فشل ترشيح السيد عدو المهدي أو تكليف عدو المهدي لتشكيل الوزارة الجديدة طيب الأيام القادمة يعني بملخص كيف سيكون الوضع سيء؟ أعتقد تسربت معلومات أنه الوزارات الخدمية البسيطة إلى آخره الأقل أهمية تم اتفاق بشأنها بين المزدوجين تم الاتفاق بشأنها وهي أعتقد ستسلم قريبا من الأسبوع القادم تبقى ما يسمى بالوزارات ذات الصراع السياسي والتي هي الوزارات السيادية كما تسمى الداخلية والدفاع والمالية والنفط وإلى آخره وهذه سوف تخضع لتدخلات إقليمية في المنطقة كل واحد سيرغب في أن يحصل شيء منها القبيل وننتظر ماذا سيحدث الدكتور ناصر دوريد الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا ضيفا عزيزا في الستوديو شكرا جزيلا لك شكرا